النعت أو الصفة ما هو تعريف النعت؟ هو لفظ يدل على صفة في اسم قبله يسمى منعوت ومثاله هذه الجملة هذه طاولة كبيرة كبيرة هي النعت جاءت لوصف ما قبلها وهي الطاولة وهي المنعوت وما هي أقسام النعت؟ من أقسام النعت النعت المفرد وهو مثل النعت في هذا المثال كبيرة اسم المفرد ونأخذ مثال آخر هذا تاجر أمين أمين هي نعت للتاجر أو وصف للتاجر وللنعت قسم آخر وهو نعت الجملة وقد يكون النعت جملة وقد تكون هذه الجملة جملة إسمية أو جملة فعلية فمثاله هذا تاجر أخلاقه كريمة هذه جملة إسمية أخلاقه كريمة جاءت لوصف التاجر إذن هذه الجملة أخلاقه كريمة هي النعت للتاجر وإذا كان النعت جملة يجب أن يحتوي على ضمير يعود على المنعوت هنا أخلاقه ضمير المرتصل الهاء تعود على التاجر وقد يكون النعت جملة فعلية كما في المثال هذا تاجر كرمت أخلاقه كرمت أخلاقه جملة فعلية كرمت هي الفعل وهذه الجملة الفعلية جاءت لوصف التاجر إذن هي نعت وكما في الجملة الإسمية تحتوي هذه الجملة على ضمير يعود على المنعوت والنعت يتبع المنعوت أي أنه يوافق المنعوت في التذكير والتأنيث فإذا كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا كما هنا طاولة كبيرة وإذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا أيضا هنا تاجر أمين والنعت يتبع المنعوت أيضا في التعريف والتنكير فإذا كان المنعوت نكرة طاولة كان النعت نكرة أيضا كبيرة وإذا كان المنعوت معرفة كما إذا قلنا هذه الطاولة يجب أن يكون النات معرفة أيضا فنقول الكبيرة والنات يتبع المنعوت أيضا في الإفراد والتثنية والجمع والنات يتبع المنعوت في الإعراب أيضا ففي الجملة يعرب المنعوت حسب موقعه في الجملة أما النات فإنه يتبع المنعوت فإذا كان المنعوت مرفوعا كان النات مرفوعا وإذا كان المنعوت منصوبا كان النات منصوبا وإذا كان المنعوت مجرورا كان النات مجرورا